السلام عليكم وماش خباركم نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي أحسن الأحوال يا ربي مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كريمة كاتيا للموادع المختلفة مهند جابو حد صريح حول علاقة دياله بنوارة وفين وصلات وشنه هما المشاكل أو العوائق اللي رافقت هاد الفراق ديالهم فخليكم معايا من لول ديالفيديو حتى الأخير وغادي تعرفوا كل شي مهند قال بأنه تعرف اليه في ظروف ازوينا تزوجوا بما أنه مرتاحوا الباضياتهم مروا بظروف قاسية لأنه ظروف العمل في الإمارات راه صعيبة شوية قال علا أنه دار صالون ومهم مشروع منجحش ليهم جاءت كورونا وستدعت عليهم كل شي وحتى دابارهم كي مروا بظروف صعبة و أزمة يعني ما ليركم عارفين وداروا قناة ديال اليوتيوب بغير باش يكون فيها واحد دخل شوية محترم فمنين نوارا بغير تخدم ما فيها بس لمرأة تعاونة رجلة على حسب ما قال هو فمالقاوش لها خدمة بحكم عندها لا ديبلو وللغة لتشي حاجة وحتى هو ملقاوش خدمة يعني كي يحتاج يدفع بزاف ديال سيفيات وكينينات اللي كي يجاوبوا على ثلث ايام مهم ملقاوش الخدمة اللي بغى بحكم كيف قلت لكم مرأة الخدمة ماشي سهلة في الامارات فهو كزوج مسؤول يعني لقى واحد صعوبة دخل في اكتئاب نوارا كذلك دخلت في اكتئاب حد ففاش اختارت انها تنزل المغرب ماشي الى اساس انهم تفارقوا ولو بغوا يطلقوا كيف ما كيروش في السوشيل ميديا فقال مكيل اطلاق لوالو هي نزلت لدارهم باش ترساح شوية وهو غي حاول يلقاء حل قال على انها فاش مشات المطار راها لقات صعوبات الفيديو را خليت لكم في القناة وكل شي را عارف انها مشات عليها طيارة وما عارفتش كيف اشتر مشات عليها المهم هو دار محاولات المهم راها دبع في المغرب والله يدر لهم شتاويل ديال خير ويجمعش منهم